حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب هذه الويلات التي جلبت علينا ويمكن أن نجنب الأجيال المقبلة انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك انتهاك تلك الحقوق المتساوية لرجال والنساء والتي تعد مهمة جدا بكل الدول سواء صغيرة أو كبيرة وكذلك من أجل وضع الأسس التي تقوم على احترام المسؤوليات وكذلك كل ما ينبثق من القانون الدولي حتى يصنع ويحفظ هذه هي الكلمات الأولى لمتقل المتحدة وكذلك الكلمات الأولى التي تحدد جوهر وصفة السلام التي يمكن أن تصبح وصفة هذه القمة وحيث دول مختلفة تحترم نفسها وبعضها بشكل متبادل السلام قمة السلام وحدتنا هنا تثبت بأن فكرة النظام الدولي والقانون الدولي متزال حية وفاعلة حضوركم هنا اليوم يثبت بأن ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقات والمعاهدات ليست مجرد خبر على ورق وإنما هي شروط أساسية للتعايش بين الشعوب والدول ومهمتنا واضحة رسالتنا واضحة لا أحد له الحق في شن حرب على جاره وتقويض أحد أهم الحقوق المنصوص عليها في شرعة الأمم المتحدة وهي وحدة الأراضي لا أحد له الحق في تهديد العالم باستخدام السلاح النووي لا أحد له الحق في تقويض الأمن الغدائي أو أي أمن في العالم ولا أحد له الحق في اختطاف أطفال أمة أخرى لا أحد له الحق في تقويض السلام نحن قادرون على ضمان فعالية وكفاءة هذه القيم فهذه القيم مهمة عالميا وأنا ممتن لكم أيها السيدات أيها السادة ممثل الدول والمنظمات الدولية ممتن لكم لإثبات بأن العالم لا يمكن أن يتحول إلى عالم لا تحكمه القوانين هذا العالم الذي تريد روسيا تجربه علينا لمدننا ولقرانا وحيث الكثير من المدن والقرى دمرت للأسف بشكل كامل من قبل روسيا بصواريخها وقنابلها بوتين قتل الألاف من مواطنين لماذا؟ لأنه أرد أن يجتاح دولة أجنبية لا أتمنى ذلك أن يحدث لأي منكم آملوا لكل دول العالم لكل الأطفال لكل الأسر والعائلات أن تعيش دون خرب وأنا أريد هذا لكل الأوكرانيين كذلك الأوكرانيون لهم الحق في السلام على غرار جميع الحاضرين معنا هنا والسيدات والسادة علينا أن نقف هذه الحرب بناء على مثاق الأمم المتحدة على القانون الدولي على مصلحة الشعب الأوكراني وبناء على فكرة احترام كرامة الإنسان وحقوق الإنسان وليس الحرب سأركز على ثلاثة مواضيع كما قالت السيدة رئيسة سويسرا دون استثناء النقطة الأولى هي السلامة النووية النقطة الثانية الأمن الغدائي النقطة الثالثة إطلاق السجناء وكذلك الذين يرادوا ترحيلهم وكذلك المدنيين الذين مزقت حياتهم بسبب الحرب هذه المواضيع ستكون أساسية في نقاشاتنا وسنعمل عليها من أجل أن نتوصل إلى اتفاق ونضع خطة عمل توصلنا إلى وصفة للتنفيذ وهذه القمة تشمل ثلاثة جلسات نقاشية حيث سيكون هناك دول ستتحدث ووصفة السلام هي شاملة ودامجة ونحن مستعدون للعمل على كل مقترح ومناقشته كل فكرة يمكن أن ننقشها كل ما نحتاجه من أجل تحقيق السلام وكل ما تريدون أطلب منكم أن تتفعلوا معنا وأنا سعيد بأن كل دول العالم من كل القارات هنا ممثلة في قمة السلام هذه نحن تمكننا من تفادي أفضع الأشياء التي يمكن أن تحدث للبشرية وهي هذا التكتل وتبلقون هنا مشاركون من أمريكا اللاتينية أفريقية أوروبا الشرق الأوسط وآسيا الباسيفيك المحطة الهادي وأمريكا الشمالية قادة دينيون 101 مشاركة ولا أحد يمكن أن ينكر أن هذه تعكس تعدد الأقطاب وهذا أمر بطبيعة الحال يجعلنا نؤكد أن تعدد القطبية هو السبيل هو السبيل لحل الأزمات والنزاعات لا يمكن أن نضمن مختلف مظاهر أمننا دون أن نفعل ذلك بشكل متعدد القطبية نريد أن واصل الدفاع عن سيادة الأمم وحدة أراضيها والمساواة وكذلك تكافؤ بين الشعوب العالم في غالبيته يريد أن يعيش دون أزمات دموية ودون تكتل وتبلق لذلك نحن نشترك نفس قيم الأم المتحدة والعالم سيكون قادرا على الانضمام إلينا في المراحل المقبلة وصفة السلام تحتم على كل الأطراف في العالم أن تفكر في وقف الحرب وتقترح كيف يمكن وقف هذه الحرب لذلك فكرة الحرب فقدت وخسرت مسبقا بوتين يجب أن ينتقل من لغة إعطاء الموعيد النهائية إلى لغة يعتمدها العالم في معظمها هذه القمة للسلام ما الذي يمكن أن تقدمه؟ أن تقدم أن العودة إلى السلام هي أمر ممكن سنعمل معكم وفق الخطوات اللازمة ثانيا سنعمل على جعل كل خطوة في تجاه السلام السلام النعوية أمنها الغداء وكذلك إطلاق صراح السجناء وتبادلهم أمرا محققا وذلك دون أن يحدث ذلك على حساب أشياء أخرى رابعا ليس هناك حاجة لإعادة صنع العجلة لأن مثاق الأمم المتحدة يحدد مسبقا أسس السلام وكذلك أسس التعايش بين الشعوب علينا فقط أن نلتزم بهذا الميثاق ولذلك علينا أن نقرر كيف ستتعاون الدول مع بعضها ومن سيكون معنا في قيادة هذا المسعى وكيف سنطبق خطة عملنا المشتركة هذا واضح وهذه الأهداف محققة وقابلة للتنفيذ ليس هناك روسيا معنا لماذا لأنه إذا كانت روسيا مهتمة بالسلام ما كانت الحرب لتكون علينا أن نقرر معا ما معنى السلام العادل وكيف يمكن تحقيقه حتى يكون نهائيا المثاق الأممي هو من مصلحتنا ولذلك عندما يكون شخص ما في طاولة الحوار ويكون هناك شفافية مع الشعب في تلك الحالة يمكن أن نتحدث مع الممثلين الروس في القمة الثانية يمكن أن نتحدث عن السلام ونحن نبدأ هذه العملية الآن معا نريد أن نؤكد أن هذه القمة هي قمة للسلام نريد أن نتصرف بشكل سليم شكرا على انتباهكم شكرا على المشاركة في هذه القمة آمل أن يكون هناك عمل مثمر معا طبعا معا نحن جميعا نحتاج إلى السلام المجدولي أوكرانيا شكرا جزيلا السيد الرئيس والآن أنا يسعدني أن أطلب من نائبة الرئيس الأمريكي السيدة كامالا هاريس لتوقيع كلمتها شكرا جزيلا أشكر سيد الرئيسة وأشكر سيد زيلنسكي لاستضافتي هنا أنا ألتقيت زيلنسكي أولا مرة في فبراير ألفين واثنين وعشرين خمسة أيام بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وكان نقاشنا متركزا على أن نجعل مسألة محوي خريطة أوكرانيا من الوجود وأن ندافع عن أوكرانيا الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وستضل داعمة لقيم الأمم المتحدة. أن يكون للناس الحق في اختيار حكمهم وحكومتهم الأمم لها الحق في اختيار تحالفاتها ولا يمكن أن نحرم الآخرين من سيادة القانون سيادة القانون يجب أن تتحقق سيادة الدول كل الدول يجب أن تحترم ووحدة أراضيها يجب أن تحترم والحدود الوطنية لا يجب أن تغير بالقوة بعد نحو عامين ونصف أنا معكم لأجدد تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القيم وكذلك التزامنا بشكل لا يتزعزع لدعم شعب الأوكراني وإدانة الغزو الهمجي لروسيا كما نقشت مع رئيس زيلنسكي قبيل قليل أنا والرئيس بايدن قلنا إننا ملتزمون بتطبيق القانون الدولي الأعراف الدولية وكذلك مواجهة المستبدين وكذلك الوقوف إلى جانب حلفائنا وشركائنا هذه المقاربة قدمت للأجيال تلو الأجيال الأمن والاستقرار وهي ما تزال قادرة على فعل ذلك هذه القيم تجعل أمريكا قوية وآمنة وهذه المقاربة ستعزز الاستقرار الدولي الغزو الروسي ليس فقط غزوا على حرية الشعب الأوكراني وهو ليس فقط هجوما على الأمن الغدائي والطاقي في العالم الغزو الروسي هو أيضا هجوم على القوانين والأعراف الدولية وعلى المبادئ التي هي منصوص عليها في ميطاق الأمم المتحدة روسيا باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمم المتحدة في مجلس الأمن بعد نحو عامين ونصف قامت بانتهاك الأعراف الأساسية لهذا الميثاق عندما يقوم طرف باجتياح دولة جارة فإن المعتدين الآخرين سيتجرؤون أكثر هذا يعني أن الحرب قد تتكرر وستؤدي إلى الفوضى وليس إلى الأمن والاستقرار وهذا يهدد كل الأمم الرئيس جو بايدن وأنا سنواصل دعم أوكرانيا وسنستمر في إجعل روسيا تدفع الثمن سنستمر في العمل من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام بناء على قيم الأمم المتحدة ومثاقها وبناء على رغبة وإرادة الشعب الأوكرانية سيد زيلنسكي أمريكا تتشارك معكم رؤية إنهاء هذه الخرب ووقف معاناة الشعب الأوكراني دعونا إذن نلتزم جميعا بضرورة إعادة الأطفال الأبرياء الذين خطفوا من روسيا جعلهم يعودون إلى ديارهم ودعونا كذلك نتافق على أن يكون هناك منافع واقعية لهذه القمة للسلام أن نعزز الأمن الغدائي وأمن الطاقة ودعونا كذلك نجعل هذه الحرب تتوقف وبالمقابل دعوني أقول إن بوتين أوضع أمس مقترحا لكن دعونا نكون صديقين هو لا يطلب المفاوضات وإنما يطالب من أوكرانيا أن تستسلم الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أوكرانيا كصدقة وإنما تفعل ذلك خدمة لأمنها القومي ومصلحتها نحن أيضا لدينا مصلحة في أن يعم السلام في أوكرانيا ودعونا لا نشك أن هناك أسليب مختلفة في طريقة العمل هناك تحديات عديدة نواجهها لا نتفق دائما نختلف هذا صحيح لكن بالنظر إلى الحرب غير المبررة من بوتين على أوكرانيا حصل هناك إجماع وتضامن لدعم القيم الدولية والأعراف العالمية أنا ورئيس بايدن هذه مهمتنا الأساسية أن نحفظ القوانين الدولية والنظام الدولي ندافع عنها ونروج لها ونعززها وما من شك في أن هذه القيم هي أولوية لنا جميعا شكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدة نائبة الرئيس الآن نطلب من رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلين أن تقدم كلمتها سيدة الرئيسة السيد الرئيس زيلنسكي نائبة الرئيس سيدة كامالا هاريس أصحاب المعالي والسعادة سيدات والسادة نحن كلنا جئنا إلى سويسرا من أماكن مختلفة فيها تاريخ مختلف قد لا نرى العالم بنفس الشكل وعلى نفس النحو نحن نثمن استقلالنا وحريتنا كلنا نتوقع من حدودنا أن تحترم كلنا نسعى لـ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر